بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج وعظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها ابدأ بهذا الذكر يوم الأربعاء ويوم الجمعة تنتهي حاجتك وتنقضي بإذن الله عز وجل حتما وقطعا وثق بالله فمن وثق بالله أراه السرور وتوكل على الله فمن توكل على الله كفاه الأمور كما قال الإمام الجواد عليه السلام قال آية الله المرحوم الشيخ البهائي قدسة روحه الزكية قال من ابتدأ بهذا الحرز يوم الأربعاء وانتهى به يوم الجمعة وكل يوم قرأه مئة مرة بحضور القلب يعني بمعنى البكاء وطهارة الملابس وكذلك مع الوضوء قضيت حاجته يوم الجمعة بإذن الله عز وجل حتما وقطعا الحرز ما هو؟ الدعاء ما هو؟ الذكر ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين توكلت عليك يا رب وقضي حاجتي وكفي مهمي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله أجمعين تبدأ به يوم الأربعة يوم الجمعة حاشتك مقضية أمنيتك متحققة إن شاء الله تعالى جرب ولا تشك كما يقول الشيخ البهائي جربناه على كثير من التلاميذ الذين لدينا فقضيت حاجاتهم والحمد لله رب العالمين برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام